بجد انصدمت لما ضفت البيض على القلقاس حاجة كيه طحفة اول مرة في حياتي اجربها بس بجد عجبتني جدا ما عجبت اولادي يعني كانت حاجة لذيذة جدا لازم تجربوها ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم يلا بنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض الطريقة اول حاجة طبعا معنا القلقاس غسلته كويس جدا وبعد كده قطعت الراس بتاعته ورحت جاي حطاه في الحلة وحط عليه مية وحطه بقى على النار يتسلق معاه تماما لازم يبقى طريق كده لما يتسلق وبعد كده اصف المية اللي عليه وابدأ بقى اشاره بالشكل ده طبعا الافضل سميه برد عشان خطر ايه تعافي يتحكيمي فيه وتقشريه بس انا بقى عشان دقي الوقت والتصوير والكلام ده كله فهأشاره معاكم كده على طول وهو سخن والكمية بقى برحتك خالص عايزة تعملي اتنين تلاتة اه حسب ما انت عايزة النهاردة عامل اقول قسطين بعد بقى مقشرطهم خلاص اجيب الشوكة وابدأ بقى اهرسهم بالشكل ده تمام طبعا الكمية كتير اقوى معاه في الطبق فانا بقى هقسمها على طبقين عشان خطر ايه اعرف اهرسها وكمان اعرف اشتغل معاكم ووريكم بقى الحاجات اللي احنا هنضيفها عليها وكده اهو زي ما انت شايفة كده تمام كده بعد ما خلاص كده خلاص هرستها وبقت كلها نعمة معايا هضيف عليها معلقة كبيرة بقصمات ناعم بقصمات ناعم بالمعلقة الكبيرة وكمان هضيف عليها معلقة صغيرة ملح تمام ونص معلقة صغيرة كزبرة ونص معلقة صغيرة بابركة وكمان نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون البهارات كده كلها كده على بعضيها وفلفل بارد او فلفل حراء على حسب ما انت عايزة وكمان معلقتين بقى دونس حلوة اوي كده كمان كده وكمان هجيب بيضة اروح اجيب حطها عليهم وهبدأ بقى اعجن بقى كل الكلام ده كده مع بعضه طبعا الافضل تعجنها باديكي انا الاول هلمها كده بالشوكة وبعد كده هعجنها باديه عشان خاطر ايه اتأكد كده لها كلات عجنت كده مع بعضيها اهو قلبها كده الاول تمام والله العظيم يا جماعة فعلا طحفة لازم تجربوها طعمها لذيذ جدا جدا بعد بقى مع جنتها كويس جدا كده بقى هروح الجاي مصبعها بقى على شكل كفتة كده لازم تجربوها والله هتحبوها جدا وعيالكم هيحبوها جدا جدا لو انت عيالك بحبوش القاس اعمل لهم الطريقة دي طحفة وجميلة جدا جدا اهو زي ما انت شايفة بداي بقى صبع بقى الكمية بتاعتك بقى كلها اه طبعا عملا نص الكميلة ستها معاكم والنص التاني ساعملتهوش تمام ادي النصة هو زي ما انتو شايفينه هروح الجاي بعد كده بقى مش هحطه في التلاجة ولا اي حاجة ولا سيبه استريح ولا اي حاجة لأ هشتغل على طول كده فيه جبت بيضة حطيت عليها ملح وفلفل اسود وكمان معنا البقصماط الناعم او بيجتار ناعم ده او ده هروح الجاي بقى الكفتة كده تحت القلقاس حطها في البيض وبعد كده حطها في البقصماط واشيلها من البقصماط وحطها في الطبقة اهو زي ما تشايفة كده تمام واخد واحدين احطها في البيض وبعد كده اشيلها في البقصماط واحطها في الطبق طريقة سهلة جدا وجميلة جدا جدا وتبقى سخنة كده وطعمها لزيز كده خلاص اعملت اهو كمية بتاعتي هيت اللي هي النص الكمية اللي انا اسمتها معاكم في الاول طبعا مش هحطها بقى في لاجة لأ انا على طول هشتغل فاو حمرها انتي بقى لو عايزة تفرزيها بقى عاملة كمية كبيرة عادي ممكن تحطيها في طبق واتغطها بكيس كده وتروح الجايها حطها في الفريزر الوقت ما تكون عايزها تشتغل فيها تطلع وتشتغلها على طول وهي ايه وهي ويكاة على طول طوزة سخنة كده ماشي اهو الزيت سخن معانا روح الجاي بقى حطها وابدأ احمرها طبعا الزيت معانا اه السخنية بتاعته متوسطة ولا هي عالية اول واطية خلاها ايه في النص كده هبدأ بقى حمرها وقلبها على الوش التاني واروح الجاي بقى مطلعها ومتحمر معانا طلعيها على طول عشان بتاغض منك لون بسرعة شايفة شايفة شاكل لابس منها ماشاء الله طبعا وانا بوريها لكم حجاة كلها تقلبته ويقعد بس انا ما قطعتش المقطع دوة ستة عشان واركو قديه ماشاء الله هي متمسكة ومش بتطرية وبتتكسر بسرعة والكلام ده كل لأ جميلة جدا بص الشكلها من جوة ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم سهلة وبسيطة وفعلا طعمها طحفة لو عالك مش بيحب القلقاس عنهم الطريقة دي بس وجربيها واكتبيه في الكومنتات وقالي رأيك ايه يلا ننسيش باللايك بقى والكومنت الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته